فيديو جديد من الخ CIbiaومي و الجديد dentroه الأسواق المغربية الخطرات من شرικات recycle ندرون تتعرفму بهذه الماتف السلام عليكم الاخوان والمحبار بكم في قناتكم كيف ساعدوا دائماً الجديد في الاسواق المغربية و كيف فكالنا لاخوان من شركة يومي والاخوان الريد مي مرد 13 هاد الهاتف غادي نشوف اهم المميزة ديالو والعيو بطبع الحال غادي نشوف هو شي السهل الا ديالو والشركة قدمت انا شي قيمة مقابل السعر بزاف ديال الناس كانوا كيف يتسنوا هاد السيرا ديال نوت 13 الاخوان اهوا دخل غادي نصرف عليه بجميع النصائق ديالو وكيف قلنا غادي نشوفه ما يقدمنا قيمة مقابل السعر واش غادي يكون له منافس ودي هذا شيء كامل سنتعرف عليه في هذا الفيديو. إذا كنت اول مرة تشوف القناة شاركوا فعلوا الجرس الاخوان وبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنسوا الجيم باش كده يطلع الفيديو وكده كده كده تدعمونا الاخوان وكدتحفزونا للسمرارية في الجديد. اما اصحاب نجمال الساب فيسبوك سنحطوا الفيديو فاطل باجلي غاد اضطر امامكم ديروا الاجمال اخوان تنتموا وشي تفاعل كبير باش دائما الصبر. اول حاجة كيفما ديما غادي نبدو الامبوكسين ديال الهاتف ونشوفوا ليز اكسسوار والشركة الشيومي مازال محصر بليز اكسسوار دياله اولا تسبعات طريقة ديال الباقي المنافسين. بسم الله كيفما كتشوفوا هدا والومبالج ريدمي موت 13. اول حاجة كالقو هاد الكريتين الاخوان. ليبرا ديالي بيس او كارت ميموار. دليل سعمل. وهناي الاخوان قلقوا البوشيطة ديال الهاتف. صراحة هذا اول تغيير غادي نشوفهم شركة شيومي كيفما كتلاحظوا. ريدمي. بوشيطة كجينة سيليكون. من نوع الممتزة الاخوان صراحة بوشيطة زوينة. وغدا تجي في التليفون ناضي. هادي الاخوان حسن لدو كلي كانوا تخص باغو. وغادي نشوفوها كي عدا تجي في الهاتف الهاتف. وهناي الاخوان قلقوا الهاتف. رجعوا له باش نشوفو شكل ديال. هناي الاخوان قلقوا كابل شحن من نوع طيب سي. وشارجر ديال الهاتف طبعه تجينا مع الهاتف في العلبة كيفما كتلاحظوا. ثلاثة وثلاثين واط. هاد شركين الاخوان في محتوية العلبة. وتقريبا نجمع ليز اكسسوار ما زالا محصف ضابيهم شركة شيومي في العلب ديال الهاتف. اما دابا الاخوان قلقوا نشوفو تصميم ديال الهاتف كيفما كتلاحظوا. تصميم زوان صراحة. اي واحد غادي يعجبوها تصميم هذا خصوصا كيبا بحليلا سامبل. واللي كيعطي جمالي اكسر الاخوان هم شكل ديال الكاميرات كيفما كتلاحظوا. درينهم على شكل بحليلا خارجين. باش كيزيدوا اعطوا جمالي اكسر. كينين. كلاسة ديال الكاميرات مع فلاش كيفما كتلاحظوا. هنا كينة ريدمي. كيفما كتلاحظوا هنا كينة ميات وثمينة ميجا بيكسل. ما زال غادي نتعرفه كصر على الكاميرا ديال الهاتف. وبالنسبة لضر ديال الهاتف والعطار من بلسكة الاخوان. لكل لزوين فيه ما كيخليش اصع البصامات خصوصا الاخوان. فهذا اللون هذا. اللي خضر بارد. من ناحية الوزن ديال الهاتف الاخوان خفيف. 188 جرام ونص. وبالنسبة لسمك دياله. 8.7 ميليمتر. سيكون ساعد بس يخدم بيد وحدة. وما سيطلقون معه شي مشكلة. وهناي الاخوان شوفوا حتى الديطاء اللي كينة في الفلاش كيفما كتلاحظوا. كيعطي واحدة شكل اللي زوين. كيفما كتشوف. اما بالنسبة لشكل ديال الهاتف من قدام الاخوان كيفما كتشوفوا. صراحة في واحدة شكل اللي زوين. خصوصا في هذا اللون. لك الحل مض. هذا هو شكل اللي صغير. كيفما كتشوفوا. كيفما كتشوفوا. تقريبا روما من عادمين. الشاشة هي اللي واحدة المساحة الاكبر من الهاتف. وكيف قلت لكم الاخوان. سنجربوا عليها البوشيطة دياله. كيفما كتشوفوا كيفما كتشوفوا. صراحة حسين كتشوف يزوين كذلك الهاتف خصوصا في هذا اللون. لك الحل مض. هذا هو شكل دياله الاخوان كيفما كتشوف على الهاتف. من ناحية التصميم الاخوان كيبقى كل واحدة رأي دياله وكيفما كتشوفوا. لكن من وجهة نظر ديالي. شركة يومي حصر في داس بها التصميم هذا. وصراحة ما تبعتش باقي المنافسين وباقي الشركات. اللي ولو الاكثرية كيعتمدوا على شكل ديال الكاميرات ديال اللي زي فون. من الاحسنين الاخوان كل شركة تعتمد على شكل دياله كيفما كتشوفوا. باش كده كيبقى تنوع في التصميم. الى شنو من الفق ديال الاتفال الاخوان. عدنا بلاس لكي 3.5 ميلي. ميكروفول مكالمات. خاصية AR بلاستر اللي كتحكم في الأجهزة المنزلية. وكتولي ريموت كنترول. وعدنا كذلك سماعات الخارجية لان الهاتف كيدعم استيريو. اما بالنسبة من اللي صراح الاخوان. ما عدنا احتاج حاجة كيفما كتلاحظوا. ومن الاسحسن الاخوان. عدنا بلاس شحن من نوع تايب سي. ميكروفول مكالمات. سماعات الخارجية الثانية كيف قلنا الهاتف استيريو. وعدنا بلاس لكارت سيم. كي سي بورتي دو سيم. وكارت ميموار في مرة واحدة. ومن اللي ميديا الهاتف. عدنا ازرار تحكم في الصوص. وزير تشغيل. هنا الاخوان زير تشغيل. ما جات شمود ما جمع البصمة. لكن البصمة الاخوان داروها هنا. في الكرون كيفما تشوفه. وبالنسبة للآداء ديالها. هو هذا الاخوان كيفما تلاحظوا. هذه التجربة ديالها. ضغيها كاتتتساجب. ما غير تلقى معها شي مشكل. كيفما تشوف. والاساس الاخوان هو ما تتغلش. وصراحة ان الاخوان استجابة ديالها سريعة. وكي بقى كلها واحد. وين كيف يضل البصمة. ودبها الاخوان اول حاجة. نبدأ في مواصفة الهاتف. هي البطارية دياله. انا الاخوان البطارية اللي جاتنا في هذا الهاتف. اريد منه 13 كاتتجينا بسعة. 5000 ميلي اومبير. كيف كنعرفوا الاخوان. 5000 ميلي اومبير. دوز معك تل دوجور. إذا استخدام ديالك هذه. وإذا استخدام ديالك مكتف. دوز معك نهار. بلا ما تحتاج شارجها. والفاصل شارج اللي كاتتجينا في هذا الهاتف. كتستدعم 33 و 30 نواط. وكيف شفنا في المبوكسين. شارجر كي جينا مع الهاتف في العلبة. وهذه ميزة الاخوان. مازال محصرة بها الشركات اليومي. كتستدعم 30 نواط الإخوان. تعطينا فاصل شارج اللي سريعة. وسيكون مزروب ضغية شارجها لك الهاتف. ودابه الإخوان. نرى الشاشة ديال الهاتف. والمواصفات دياله. بالنسبة للشاشة اللي جاتنا في ريدمين 13. جاتنا بحجم صفص الى 67 بوس. حجم المتوسط و سهل بسيخدام بيد واحدة. من النوع. امر لدى الإخوان. الضيقة دياله. فول اتشيدي بلوس. تدعم معدل تحديث كيوصل الى 120 هرتز. كذلك عرض شاشة 20 تسعود. و لا ننسى بطبقة حماية من كورني كوريلا غلاس الجيل الثالث. صراحة الإخوان المواصفة ديال الشاشة طالعين و ناضين. اما كنت تعولوا عليهم في جميع استعمالات ديالكم. امو لدى الإخوان. إذا كنت تفرجوا في المسلسانات اولى في محتوى. تفرجوا بقليد تلي طالعة. كذلك الإخوان حتي لكنتو من صحاب الجيم. تفرجوا بطبقة حماية من كورني كورني كوريلا غلاس الجيل الثالث. و خلج الجيل الثالث الإخوان قليلا 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 قليلا. لكن على العموم ستبقى حسن من الباقي الواتف لما يأتيون بطبقة حماية. و كيفما تشوفوا الإخوان هذا هو التست دياله. ألوان فيهم تشبعين و ناضين. معدنما نقوله من ناحية الشاشة الإخوان. فريدمي مطلطاش. و المنسخة جيلة يركز لنها 3 جيكا في لندرولة13. وكان ذنتيزى مستهزة جيع metal for. سوف ندخل النقطة الأهم ونرى هذا الهاتف أشمل بروسيسور فيه بالنسبة للإخوان ريدمينو 13 جانب معالج سناب دراغون 885 واحد نقطة ضروري من شروا لها وضروري من تابوا لها الهاتف مخرجين فيه هجوش إصدارات النسخة العالمية التي دخلنا هنا المغرب سناب دراغون 885 وكان نسخة أخرى سناب دراغون 885 سناب دراغون 885 وكان الاختلاف بيناتهم لكن حاليا اللي دخلنا المغرب هي 885 بالنسبة للإخوان لهذا البروسيسور يأتينا بمعمارية تصنيع سنانومتر ومعالج رسوميات أدرينو 610 هذا البروسيسور يمكنكم تعولوا عليه بالنسبة للناس ديال القيمين كذلك حتى بالنسبة للناس اللي يستخدم ديالهم عادي ما سيتلقوا معه احتاجه مشكل و سيخدم لكم جميع لجوه كيف كان نعرفه الإخوان كل ما قلات معمارية تصنيع كل ما تقل الكنسوميسور أما دابال إخوان فاندوزوا المقطع الأهم كذلك والتي تعتبر من المميزات ديال الهاتف والتي بزاف للناس يعتمدوا عليه في الهاتف ديالهم اللي هي الكاميرات هنا الإخوان أريد منه 13 جانب 3 ديال الكاميرات كينا كاميرا أساسية بضيقة ديالها 180 ميجا بيكسل فتح سعداسة 1.8 و كينا كاميرا الثانية ديال الالترا وايد جاتنا بضيقة 8 ميجا بيكسل فتح سعداسة جوج فاصل جوج و كاميرا الثانية الإخوان ديال الماكرو جوج ميجا بيكسل فتح سعداسة جوج فاصل أربع كيف قلنا الإخوان كينا بضيقة ديال الكاميرات سنتستيوهم و نخلي لكم تصور ديالهم هنا شوفوهم و قولوا لي الرأي ديالكم كيف أشعركم أما بالنسبة للتصوير الفيديو الإخوان 1080 30FPS و ندوزوا الكاميرا ديال السيلفي اللي جاتنا بضيقة 16 ميجا بيكسل فتح سعداسة جوج فاصل أربع سنتقل لكم الإخوان سنتقل لكم بعض الصور من هذا الاسف و قولوا لي الرأي ديالكم في كومنتر و اش عندهم مشكلة اللي ناضية ولا لا قولوا لي الرأي ديالكم قولوا لي الرأي ديال اما ديال الإخوان من بعد ما شفنا الكاليتة الكاميرات شفنا الإكرون شفنا كذلك المعالج اللي كإن فيه و شفنا البطارية من بعد ما شفنا جميع التفاصيل سنتدوزوا العشاة و إيجابيات و سنتبدأ بسان بسانوها بسانوها لكن الاخوان كنت خلالت نسخة البروستور دايمون سيتي السلاف وعشرين كانت تكون حسن لانه الاخوان كتفوق عليه في بعض المواصفات لكن هاتش اللي اعطال الله وهاتش اللي يدخل السوق بالنسبة الاخوان الايجابية دياله كيف ما شفته بطارية مزيانة كباقي المنافسين 33 واط مزيانة الاخوان شاشة اموليد فيها معدل تحديث كي وصل 120 هرتز اضاءة ديالة طالعة حتى الالف نتس ما عندي ما نقول من ناحية الشاشة وكيف قلنا الاخوان بالنسبة البروستور كنت خلالت نسخة الاخرى كان يكون حسن الصوت هنا الاخوان استيريو الكاميرات ناضي نصار حسن كيعطيبنا تفاصيل اللي يزوينا هاتش اللي كان الاخوان الكاميرا ديالة السيلفي هي اللي قليلة شوية الاخوان ما يمكنكم شعولوا عليها معادي لكانت الإضاءة اللي مزيانة هاتش اللي كان الاخوان بالنسبة لتمن ذيالهم النسخة ديال 6 جيجا فرام 128 جيجا فستوكاج كدير الاخوان 1200 درام وبالنسبة النسخة ديال 8 جيجا فرام 128 جيجا فستوكاج كدير 2300 درام والنسخة ديال 8 جيجا فرام 259 جيجا فستوكاج كدير 2500 درام هادو هم ملأتي من ذيال جميع النسخة اللي كانين ثلاثة ديالنسخ كنتمنى الاخوان تكونوا استفتوا معنا في هذا الفيديو و اي واحد كان عنده شي تساؤل فراسه نتمنى انني نكون جاوبت عليه وحتل لي ما جاوبتشا الاخوان كتبوا ليات تساؤلات ديالكم في كومنتر سوف نجاوبوه على جميع التعليق هاد شي لكينا الاخوان نطلقوا فيديو جديد ان شاء الله ما تنسوش البارتاج و لايك الفيديو باش كده تحفزونا السلام عليكم منظر قوضة شكرا ها ju ايضا جزيلا